السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب الصف الخامس أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج الكنكت ونكملين يا حلوين مع يونة 12 والنهاردة معدنا مع lesson 2 النهاردة يا حلوين هناخد في الدرس الثاني الناترال ريسورسز والمان ميد ريسورسز طيب يعني ايه ناترال ريسورسز ويعني ايه مان ميد ريسورسز الحاجات الناترال هي الحاجات الطبيعية اللي ربنا خلقها لنا في الكون والمان ميد ريسورسز اللي هي الحاجات اللي منصنع البشر أو منصنع الإنسان تعالوا مع بعض نتعرف على الحاجات دي ولكن الأول هناخد الكلمات أول حاجة معنا في الكلمات هي كلمة جرين جرين يعني حبوب غذائية يبقى جرين هي الحبوب أي حبوب غذائية سواء بيكلها الإنسان أو بيكلها الأنيمل الحيوان بنقول عليها ايه بنقول عليها جرين يبقى grain معناها حبوب بعد كده عندي كلمة gold gold اللي هو الذهب gold اللي هو ايه اللي هو الذهب طب الفضة اسمها ايه الفضة اسمها silver يبقى gold ذهب و silver اللي هي الفضة بعد كده عندي كلمة bicycle 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 أو bike اللي هي الدراجة العجلة يعني يبقى bicycle اللي هي الدراجة بعد كده عندي كلمة جلبية جلبية اللي هي الجلبية اللي هو الثوب او الجلبية اللي بيلبسها ايه اللي بيلبسها الرجالة بعد كده عندي كلمة sand sand اللي هي الرمال واخدنا السوشان اللي فات sand castles sand castles اللي هي القلاع الرملية انما sand الرمال العادية اللي ممكن تكون موجودة في الصحرة او على الشطي بقى sand يعني رمال بعد كده عندي كلمة plastic plates plastic plates plastic plates يعني اطباء بلاستيكية اطباء بلاستيكية plastic plates واخيرا معانا كلمة read 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 يعني اصب او اللي هو الجريد اللي بنستعمله علشان نعمل ايه يا حلوين علشان نعمل baskets او سلال يبقى read اللي هو الاصب او الجريد نقول الكلمات مرة تانية grain grain حبوب gold زهب bicycle دراجة جلبية اللي هو الجلبية sand رمال plastic plastic plates اطباء بلاستيكية ويريد اللي هو الجريد او الاصب تمام بعد كده يا حلوين هنروح للريدنج الريدنج النهاردة بيتكلم عن شخصية اسمها فاروق فاروق is a farmer in a swan فاروق is a farmer in a swan هيكلمنا عن فاروق فبيقول لنا فاروق ده عبارة عن ايه عبارة عن farmer بيكون فلاح في اصوان يبقى هو عايش في اصوان فاروق lives in a swan فاروق is a farmer in a swan فاروق فلاح في اصوان ماله فاروق بقى بيقول لي every morning every morning كل صباح he wakes up he wakes up wakes up يعني يستيقظ wakes up يعني يستيقظ زي ايه يا حلوين زي get up get up يعني يستيقظ زيها زي ايه زي wakes up and pots and pots on his جلبية ويبيرتدي الجلبية بتاعته pot on يرتدي هتساوي where where برضو يعني يرتدي يبقى pots on هتساوي where pots on his جلبية and leather shoes leather shoes leather shoes يعني حزاء مصنوع من الجلد كلمة leather يعني جلد وشوز طبعا عارفينها اللي هو الحزاء يبقى كده هو بيكلمنا عن فاروق ويبقل لنا فاروق بيعمل ايه في يومه مستخدم زمن ايه يا حلوين مستخدم زمن present simple present simple اللي هو زمن المضارع البسيط بيقول لي ايه he wakes up he wakes up wake اضاف لها اس علشان جاية مع مين برافو عليكم علشان جاية مع هي and pots on pots on برضو pots حط ايه اضاف الاس pots on his جلبية and leather shoes طيب هيعمل ايه بعد كده بيقول لي he boils يعني هو يغلي boil يعني يغلي والايس بتاعة المفرد he boils some water for tea يعني بيغلي بعض المية علشان يعمل شاي and eats some bread and fruit وبياكل بعض الخبز والايه والفكهة طيب رايح فين يا فاروق تعالوا نشوف بيقول لي because فاروق lives زينا سوان ولان فاروق عايش في اسوان he knows هو يعرف that the sun in الشمس will shine most days يعني علشان فاروق عارف انه هو في اسوان او عايش في اسوان عارف ان الشمس بتشرق most days يعني معظم الايام يعني الشمس في اسوان مشرقة معظم الايام he is lucky he is lucky lucky يعني محظوظ lucky يعني محظوظ والستشن اللي فات قولنا luck يعني الحظ و luckily يعني لحسن الحظ فلما نوصف شخص انه محظوظ هنقول ايه he is lucky he is lucky طب هو lucky ليه يطرى فاروق بيقول لي he is lucky that he lives on the fertile banks of the nile هو محظوظ علشان هو بيعيش على ضفاف نهر النيل الخصبة تمام يبقى ضفاف نهر النيل دي ايه fertile أو fertile ليها نطقين ممكن اقول fertile و ممكن اقول fertile وسواء fertile أو fertile فهي معناها خصبة ويه banks اللي هي الضفاف بتاعت مين بتاعت نهر النيل الضفاف يعني جوانب نهر النيل الناحية دي والناحية اللي اصادها التانية دي بنقول عليها banks يبقى هو محظوظ علشان هو بيعيش على ضفاف نهر النيل الخصبة يعني التربة خصبة بتاعت نهر النيل وكمان هو بيقدر يستعمل المية بتاعت نهر النيل اللي هي المحاصيل بتاعته المحاصيل اللي هي ايه اللي هي الغرين زي ما قلنا اليوم فاروك is هارفست يعني يحصد هارفست يعني ايه يعني هو ايه بيحصد مستمر في الحصاد يعني هارفست the grain بيحصد الغلال او الحبوب اللي هو زراعها putting it into baskets made from reeds يعني بيحصد وبيحط الحاجة دي اللي هي الغرين في سلال مصنوعة من ايه مصنوعة من الريد مصنوعة من الجريد and taking it to sell at the market بعد ما يحصدها ويحطها في البسكتس المصنوعة من الريد بياخدها ويروح يباعها في الماركت يبقى take يأخذ وي sell يبيع وي market اللي هو ايه اللي هو السوق ودي حلوين حكاية فاروق نروح لحكاية تانية في الريدنج يطرعا مين بيقول لي ريم ريم is going on vacation going on vacation عرفنا من السشن اللي فات ان كلمة vacation يعني ايه يا حلوين برافو عليكم كلمة vacation يعني عطلة او اجازة فريم is going on a vacation ريم رايحة في عطلة او عندها اجازة يطرها هتعمل ايه she is going to canada by plane she is going طبعا going مع لش نسناها she is going to canada by plane يعني هي رايحة كندا بال ايه بال plane الطيارة يبقى معنى كده ان هي عندها ايه حلوين برافو عليكم معنى كده ان هي عندها flight عندها flight اللي هي ايه رحلة جوية today she is packing her suitcase pack قلنا معناها يحزم الحقيبة يعني ايه يحزم الحقيبة يا حلوين يعني يجهز الشنطة طب الشنطة اسمها ايه او حقيبة الصفر برافو عليكم اسمها suitcase 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 اللي هي ايه اللي هي حقيبة الصفر يبقى she is packing her suitcase بتحزم الحقيبة ليه علشان هي is going on vacation عندها عطلة رايحة فين she is going to canada هي رايحة ايه هي she knows هي تعلم او هي عرفة that there is often rain in canada هي عرفة انه في غالبا انطار في canada so ولذلك she is taking her umbrella يعني هي هتاخد الشمسية بتاعتها ليه علشان هي عرفة انها بتمطر في canada okay it can also be cold there وممكن كمان الجو يبقى برد هناك so she is packing she is packing a sweater يعني هي بتحزم او بتحط في الشنطة ايه a sweater sweater اللي هو السطرة الصيفية السطرة الصوفية تمام سطرة يعني مصنوعة من الصوف ريم ريم تحب swimming ريم loves swimming and asked وسألت her friend in canada صديقتها في canada if there was a place لو في مكان she could swim لو في مكان تقدر ايه تسبح او تمارس فيه استباحة فصديقتها ايه her friend said صديقتها قالت لها she didn't live near the sea ان هي مش عيشة قريب من البحر but she could swim لكن هي تقدر تسبح in a river river اللي هو النهر or a lake او البحيرة if she wanted to لو هي عايزة يبقى صديقتها قالت لها ايه ان هي مش عايشة جنب البحر لكن لو هي عايزة تسبح ممكن تروح river النهر او ممكن تروح lake اللي هي ايه اللي هي البحيرة ودي كانت حكاية ريم يا حلوين هنروح دلوقتي little reading علشان نتعلم مع بعض حاجة مهمة جدا ايه الحاجة دي هنتعلم حاجة عن resources يعني هنعرف يعني resources resources يعني الموارد resources يعني الموارد طيب الموارد دي بتنقسم ليه جزئين جزء من صنع ربنا سبحانه وتعالى اللي هو natural resources الموارد الطبيعي اللي ربنا خلق اهلنا والجزء التاني هو المان ميد resources يعني الحاجات اللي صنعها الانسان هنشوف الاول يعني ايه natural resources بالانجلش بيقول لي natural resources الموارد الطبيعية are materials عبارة عن ايه مواد خام او مواد or things او اشياء we can find in nature يعني مواد خام او اشياء احنا لقيناها او موجودة اصلا في الايه في الناتشر او الطبيعة زي ايه trees and stone يعني الاشجار والحجر are examples of natural resources يعني الاشجار والجبال مثلا او البحار دي كلها حاجات natural resources موارد طبيعية ربنا خلق اهلنا احنا ملناش اي دخل في ايه في وجودها بعد كده في حاجة تانية اللي هي man made resources يعني الموارد اللي منصنع الانسان اللي هي الموارد البشرية بيقول لي ايه عليها بيقول لي are materials عبارة عن مواد or things او اشياء that humans have made humans اللي هما البشر اللي هما احنا عملناها او صنعناها زي ايه مثلا plastic bottles and cotton clothes are examples of man made resources يعني الزازة او الزجاجات البلاستيكية والملابس القطنية دي عبارة عن examples او امثلة على man made resources على الحاجات اللي صنعها الانسان بنفسه طيب تعالوا ناخد الموضوع بتوسع اكتر ونشوف امثلة اكتر على natural resources والman made resources natural resources زي ايه زي the nail the nail نهر النيل هل حد مننا صنع نهر النيل لا طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي صنعه لقيناه موجود في الطبيعة يبقى هو عبارة عن ايه عن مورد طبيعي عن natural resource بعد كده عندنا كمان sunlight sunlight اللي هو ضوء الشمس احنا طبعا ما خلقناش او مصنعناش ضوء الشمس احنا عملنا ايه احنا عملنا اللمبة عملنا الابجورة عملنا النجفة انما sunlight ضوء الشمس ده من صنع الخالق كمان river river النهر وكل الانهار دي ايه دي حاجات من صنع ربنا اللي هو ايه natural resources كمان عندنا crops 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 اللي هي المحاصيل crops اللي هي المحاصيل المحاصيل احنا بنزرعها ويه بتطلع من الارض لكن ايه لكن في الاصل احنا ما خلقناش ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقها لكن احنا يدوب بنزرعها تمام زي ايه كمان زي grain grain الحبوب الغذائية اللي هي ايه برضو اللي هي نتيجة لل crops اللي احنا زرعناها دي برضو natural resources زي water water الميا اللي موجودة في river وال sea وال lake وال ocean كل الميا اللي موجودة على سطح الارض دي عبارة عن natural resources زي كمان lake اللي هي برضو تبع الووتر وزي sea البحر زي ما قلنا ده كله ايه natural resources وزي reads reads اللي هو ايه اللي هو القصب من صنع الخالق ده بالنسبة لل natural resources تعالوا نروح للمان او الحاجات اللي صنعها الانسان زي ايه زي الجلبية جلبية مثلا انا فصلت جلبية فانا اللي عملتها فهتبقى man made resources زي كمان leather shoes اللي كان بيلبسها فاروق اللي هي ايه الحزاء اللي مصنوع من الجلد او اي مادة تاني زي bread الخبز انا اللي ايه انا اللي صنعته bicycle اللي هي الدراجة واي مصنوعات دي من صنع الانسان زي plastic اكي زي baskets اللي هي استلال وكمان زي cloth الملابس بانواعها الانسان هو اللي بيصنعها بعد كده يا حلوين هنروح لتصرفات الافعال irregular والirregular irregular طبعا اللي بنضفلها ايه دي اي دي اول verb معانا هو boil boil يعني يغلي الماضي boiled harvest يحصد الماضي harvested حصد ask يسأل الماضي ask سأل want يريد الماضي wanted rain يمطر الماضي rained امطر يعني السماء مطارت اوكي طيب نروح ليه الغير منتظم علشان نحفظه make يصنع الماضي made اوكي wake يعني يستيقظ wake up يستيقظ الماضي ايه woke up woke up انا هنا بصرف مين انا هنا بصرف الverb بصرف الفعل مش حرف الجر حرف الجر هيفضل زي ما هو طبعا مالوش اي تصريف sell يبيع الماضي sold sell يبيع الماضي sold طيب عندي verb to be التصريف بتاعه في الماضي هيكون ايه هيكون was مع he او she او it او i we were مع we with they with you يبقى was بتاخد i he she at اقول i was she was it was طيب ال were مع you مع they و مع we ده تصريف verb to be في past او الماضي لانه هو فعل irregular او غير منتظم بعد كده هنروح لل التعبيرات وكمان التعبيرات اللي بيبقى معاها prepositions او حروف جر ودي طبعا لازم ناخد بالنا منها اول حاجة عندنا find in find in يعني يجد في find in يعني يجد في pot on pot on يرتدي قلنا مساوية لإيه مساوية لwear يعني يرتدي الهي w e a r okey pot into pot into pot into زي ما قلنا pot into baskets يعني يضع فيه استلال الجرين او الحبوب اللي هو حصدها وضعها فيه الباسكت او استلال by plane يعني بالطائرة دي عبارة عن ايه عبارة عن رحلة جوية او flight examples of examples of امثلة ل examples of natural resources امثلة على الموارد الطبيعية live on live on live on يعني يعيش على live on يعني يعيش على طيب يعيش في live in برافو live in يبقى نفرق ما بين live on و live in بعد كده use space for use space for يعني انا بستخدم شيء لإيه ليه شيء تاني لعمل شيء تاني اوكي يبقى هي دي اللي كانت معنا في الدرس طبعا لازم نحفظهم يا حلوين وبكده يكون الدرس التاني انتهى ونتقابل قريب جدا بإذن الله في الدرس التالت استنونا مع السلامة اشتركوا في القناة